طيب دلوقتي إحنا بنتكلم في أزمة بدأنا نشوف بوادر حلولية أو بوادر انفراجة لكن في مشكلة تانية وهي أسعار الأعلى في نفسها ودي اللي أثرت على المواطن أثرت على في الآخر سعر المنتج الزيادة اللي حصلت إيه أسباب بقى زيادة سعر الأعلى في نفسه وكانت بواتير عاملة إزاي إحنا عايزين نقول دائماً وأبداً المدخلات بتدي مخرجات صح كده؟ صحيح أنت بتدخلي مادة خام عمليات تحولية بيديك منتج نهائي فأنا المدخلات اللي عندي علف فالعلف دخل غالي فلازم بديك المنتج نهائي غالي لما أجل أقول أن أنا عندي إفراجات وتمت الإفراجات وصرح بذلك السيد رئيس وزير الزراعة وقال أن احنا عندنا كذا كذا لكن على أرض الواقع نفاجأ بأن هناك ارتفاع في الأسعار يعني العلف نفاجأ بالأمس 300 جنيه النهاردة 200 جنيه تبليه؟ من عندي الإفراجات عشان كده أنا بقولك لابد أن يتم التتبع منذ الإفراج من الميناء إلى مكان وصول الشحنة اللي طلع حضرتك عندك شحنة 10.000 طن أنا عندي 20.000 طن سين من الناس عنده 30.000 طن مفروض أتتبع الشحنات طلع فين وراح فين هل رايح المخزن حضرتك عشان تدريه وأفاجأ لأسعار بترتفع؟ الشحية في السوق يبقى الإفراجات ما لهاش قيمة عشان كده حدث أن فيه كان حصل اجتماع أول أمس ويمكن أنا نهاردة كنت مع نائب السيد وزير الزراعة وكنت بتكلم على موضوع التتبع قال إحنا عملنا اجتماع مع الجهات الرقبية كان التومين موجود وكان حماية المستهلك موجودين بحيث أن إحنا نتتبع خروج الشحنة من الميناء ورايحة فين يعني إحنا خلال الفترة اللي فاتت حصل فعلا من بعض المستوردين هم دخلوا الشحنات وخزنوها؟ أنا مقدرش أقول لأني مشوفتش لكن السوق بيقول إيه؟ بس خلال شوفت قلت إيه؟ أنا بيقولك المرضود طالما أنا عملت إفراجات يجب يكون المرضود على أرض الواقع انخفاض للأسعار أو بلاشي انخفاض ثبات السعر يعني إنت عملت إفراج مفروض يزبط السعر لكن لما تعملي إفراج ويرتفع السعر لا عندك مشكلة يبقى الإفراجات اللي حدثت حد غير عنها حد عمل أي حاجة وده الخل إحنا بنقول عليه عشان كلي بيقولك التتبع لابد أن يتم تتبع الشحنات التي تخرج من الميناء راحت فين؟ راحت مصانع الأعلاف خلاص نتبع الكلام دا كون النهاردة التكلفة قدي عندي واحد اثنين تلات بحردك نشوف التكلفة بتزود على أي أساس ما أنا عندي صناعة الصناعة دي لو تتدمرت ده خلي بالك ده مشكلة كبيرة جدا بالنسبالك هتوفر الكلام دا أنا بوفر واحد ونص مليار دجاجة سنويا للمواطنين ده الفراخ البيضة فقط لغير عندي تقريبا تلتمائة مليون دجاجة بلدي عندي تقريبا يمكن اثنين مليون رومي عندي بط حوالي كم وعشرين مليون لأ ده عندك حاجات كتيرة جدا ودي السهلاك الرئيس نصيب الفرض النهاردة يصل كام واحد وعشرين كيلو ونص بالنسبة للدواجد الكلام دا كله لو حصل أي مشكلة مش هتتحل في يوم وليلة يعني خروج المربي من المنظومة مش هل بكرة الصبح طالما خرجت قطاعات معينة عاوز الأول أجذب الرجل اللي خرج ده انتي حضرتك مواطنة وموجودة وبتربي انتي عندك قطاع واحد قطاع صناعة السروة الدجنة عندي الجدود عندي الأمهات أمهات البيض وامهات التسمين عندي المجازل عندي الأعلاف لو حصل حد الصغير بالذات لما بيخرج عشان يرجع مرة تانية بيبقى صعب جدا لسبب هو عنده حلقة والحلقة دي هو خسران فيها ما كانش هو ضامن اذا رجع مرة أخرى لحظيرة الانتاج هيكسب هيخش ليه إذا كان لسه فيه عنده مشكلة ده اللي احنا عاوزين نرجع مرة أخرى نجيب الناس دي تبقى ترجعيها زي حضرتك لازم يكون فيه بوادر أو تحركات إيجابية ان انت الطماني ارجع مش هتخسر تاني هو المرابي بيخسر بقيله دكتور لما أقول لحضرتك لما أقول لحضرتك أن الفراخ كان تكلفتها مثلا 34 أيام ما كان العالب 13-14 جنيه هو كان بيبيع بـ 30-28 يبقى كان بيخسر 4 جنيه لما نقول للعالب النهاردة وصر 17-000 17-000.5 وبيبيع بـ 35 والتكلف 38 هو برضك بيخسر فعشان كده انت عندك اللي يامل جاي ممكن يكون فيه شحية شحية عشان إيه عشان الناس اللي خرجت خلي بالي اندخل على فصل الشتاء عندك مشاكل في الشتاء والتدفاع عندك مشاكل في الأمراض الوبائية كل الأمور ده هتبقى عندك مشاكل إذا ما كنتش انت تحليها سريعا ويكون فيه تحركات إيجابية لكل الوزارات المعني مش هنقول وزارة الزراعة بس وزارة الزراعة عليها دور التوميين علي دور وزارة تنمية المحالية دور تجارة وصع فيه أدوار لكل وزارة لكن الدور الرئيسي هو الدور وزارة الزراعة طب يعني نتيجة لحضرتك بتقوله ده أنه ممكن يحصل شحية في السوق سعر الكيلو يوصل لكام مش هقدروا تشعر الكيلو دلوقتي عشان الناس بتاخده لك أنا بقول أنه لم يحصل شحية يبقى عندي فيه ارتفاع في الأسعار مفيش كلام يبقى فيه طلب كبير فيبقى عندي مشكلة في الأسعار المواطن ممكن متحملهاش فعشان كده أنا بحاول قدر اللي استطاع أنه يعني أبطر الأزمة وأحاول أنه أتحرحات إيجابية أنه أرجع الناس دي هترجعين بحيتتين أوفر له العلف وأيضا السعر العادل السعر العادل كويس ليه